السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي بخير الحمد لله وفضل ونعمة عمل اخبار سيادتك ايه اخبار حضرتك ايه فضل ونعمة والله احنا بنشكرك على البرنامج الرائع والمعدين وكل القص بتاع البرنامج الله يرضى عنك الله يبرك في حضرتك تفضلي يا فن انا عندي مشكلة بس مع يعني جز بنتي تعيبها جدا 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 يعني بقالها 11 سنة متجوزة ومعها يعي الولد يعني ولد عشر سنين وبنت سبع سنين من نص وما بيرضاش يصرف حضرتك وخالع ايده من المصريب بس مش العشر سنين لا ده هو السنتين ثلاثة دلوقتي يعني هو تسع سنين من 11 سنة كان بيصرف واخر سنتين كان بيصرف يعني يعني بسيط وبيسافر في الجو خمس سيام اربع سيام بيسيب لها مصريب لكن دلوقتي لا طيب فين ولا ولا اي حاجة فين سؤال حددك حاجة صفاء سؤالي ان دلوقتي هي يعني تعبت تعبت لو يعني ده ما فيش حد راضي يعني بابا استرك وكلمه قبل كده يعني جي يكلمه قال لي ادبه قال لي ادبه ورطع عليه الشوت يعني لا حاول على قوت الابلا طيب 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 قوليلي انا سؤال حددك وحرمنا منها تيجي نشوفها ولا هي تشوفنا يعني ولا احنا هنروح لها ولا هي الجنة بقالها تلات سنين طيب وحضرتك احفادي برضو ما شفتهمش بقالي تلات سنين منو لا حاول على قوت الابلا وحرمني منهم وبيعذب البنت بيعذبها وبيقول لها رجعة الشغل اربع خمس شهور معذبها فيهم قعدت عصر سنين تاخد اجازات ودلوقتي حضرتك بيضربها وبيهنى وعايز ياخد نصف الراتب طيب انت حضرتك بتسأليني على طيب حضرتك هي تطلق منه ولا ترفع قرقة ولا تعمل اجاوب حضرتك اجاوب حضرتك يا استي الصفاء والاطفال اللي انا محرومة منهم احسادي دول احسادي دول وبيدرزات يتواصل معنا قالت مع ان احنا ما عملناش شي حاجة اجاوب حضرتك اجاوب حضرتك يا حاجة صفاء اول حاجة هي بتسألني بتسألني بنتها يا حاجة صفاء بنتك ما تطلقش ما تطلقش قولا واحدا بنتك تجيب زوجها ويجون على مركز الرشاة الزواجية قبل ما حد اي حد يفكر في مسألة الطلاق لازم يفكر فيه بين وبين مرحلة الطلاق دي تلات اربع حاجات فمحدش كده اول ما يجي له على باله اللي انا تعبت وخلاص ودهيت انه روح نطلق لا الكلام ده ما يحصلش والكلام ده تملوش دعو بالدين خالص حتى الراجل نفسه لوزئ وتلاعب بمسألة الطلاق هو قاسم لان فيه نهي لا يفرق مؤمنة اذا كره منها خلق راضية منها الاخر كذلك والمرأة وفي حاجة اسمها الصبر في حاجة اسمها ان الشخص يبقى عارف انه هو لما بيدخل علاقة احتمال العلاقة ما تكونش على هواه ولا على كيفه طب انا بقولك بقول لي بنت حديك تصبر على ان هو بيئزيها او بيضيقها او بيهنها او بيهن اهلها لا طبعا عشان كده قلت يتفضلوا عشان نقعد نتكلم لان ده كله اظن تراكم كتير جدا 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 ما ينفعش اتكلم فيه على في اتصال لمدة دقائق لازم نعود وندرس المسألة بشكل واضح الحاجة التانية حضرتك بتقولي انه هو بيحرم بيحرمها ان هي تيجي لا يجوش شرعا انه هو يمنعها من ثلاث سنين من زيارة اهلها هذا حرام وهذا حرام وبيوقعها وهو حرام لانه لا يجوش شرعا قطع الرحم وهو بهذا تحمل اسم كبيرة فهو ما ينفعش انه يعمل كده الحاجة التالتة كمان انت من حق تشوف احفادك لانه واجب احفادك عليهم انهم يبروك وعشان كده ايه اللي حاصل يبقى هو كمان ما يجوش انه يمنع احفادك اولاده من زيارة جدهم وجدته يبقى احنا نتقل الله سبحانه تعالى في ده واللي انا بقول لغاية ما نشوف بعض ان احنا نتكلم ببساطة خالص على ان احنا عايزين نتعامل مع بعض باحترام ولغاية ما نروح لخبراء ويقولوننا ازاي عن فك التعقيد اللي في علاقتنا العلاقة بس مؤقتة ومحتاجة تتحل وفي حلول كتيرة جدا 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 لهذا التعقيد ترجمة نانسي قنقر